موسيقى كي تطلع للحافلة وتلقى بروب ونقية وماشاء الله واستقبال هذا هو النقل ليس شيء هايلا من الأخر بزاف أنا نطلع واحد فوق واحد موسيقى هي صور حية لحالة بعض حافلة نقل المسافرين موسيقى حافلة مهترئة تجوب شوارع العاصمة وضواحيها تنقل مواطنين تضمروا من سوء حالتها رغم الزيادات المتتلية في أسار النقلة موسيقى كارا ما كاين مليها ما كاش كارا قاعت عب كريم ما كاش من تحت تسعين هنا ما كاش قاعت من سبعة وثمانية ستة وثمانية ندخل لكم شوفوا الحافلة تنقى الباب ميد باللعش سبعة تنقى الباب ميد باللعش تنقى الكرسة مكسرين هذا حافلة هذو رأنا الله خالب الوضعية المزرية لهذه الحافلات تجعلنا نتساءل منذ الوهلة الأولى عن كيفية حصولها على رخص السيرة من طرف المؤسسات المختصة بالمراقبة التقنية تنقى الباب ميد باللعشة عجلة تصير يعني ممكن هنا يجي نحنا الوراقب التقنية نلاحظ به أن العجلة هذي ما تصلحش من هذو باللعامية هو يقدر يقدر هنا عنده مجال تلعب يقدر يعني يخرج البرع يعني يروح يبدل العجلة هذي مع واحد صديق أو مع حافلة ثانية ويجيش ورزادة ما تخدرش يعني احنا ما نخدروش من أجل معرفة خطوات عملية المراقبة التقنية للحافلة رفقنا كريم القاصد لمركز كورا فبعد تأكد من صحة الوثائق تبدأ عملية المراقبة التقنية تحت أعين التقنيين أتمر للإمارة ومن بعد أتمر للتلوث البيئي هذا وشوفوا يعني كين مكينة خاصة بهذا التلوث ومع هذا الفرينج دي سيستم دي فرينج سوى الفرينوماتر هذا من راقب المكابح تاحة إذا تصلح إذا ما تصلح تبقى المعاينة بالعين المجردان تعل المراقبة يعني هذي هنا هذي العملية التم في الخندق هذي يعني الأفوس أسباب وأعذار عديدة لتحجج بها أصحاب الحافلات لحظة سؤالك عن السبب الذي تركهم لا يستحرثون حافلتهم رغم قدمها الله غالب ما يخدرش ما عندوش تراهم مكاش كيندي فوق بينو ما يخدرش يشيري إنت أولا عندك باركسومبل واحد دراري ولا سبع دراري وماته ما تلحكش والبسادة عنده والإفريق مجهودة تقوم بها الجهات الوصية للقضاء على مشكل اهتراء الحافلات من خلال وضعها نظام مراقبة تنزع من خلاله رغص الاستغلال للأشخاص الذين لا تتوفر في حافلتهم المعايير اللازمة كينديروا مراقبة ونلقوا هذه الحافلات اللي ما توفرش فيها شروط نحاولوا كما يقولون نحاولوا رخصة الاستغلال ونقولوا روح خدمها ما تدوهن الافوريان يوالوا سيجر نخليولوا ركات الاستغلال ونحاولوا الرخصة الرخصة تقعد في مديرية النقل كي يخدمها نحاولها مفتشين تعالى نحاولها بللي هذه الحافلة ستدير خدمها كما يقولوا والتي تستعمل في نقل المسافين ونجعلوا رخصتها يبقى قطاع النقل القلب النابض للتنمية في أي دولة والتحدي هو القضاء على ما تبقى من الحافلة المهترئة التي أصبحت تشويه المنظر الحضري للمدينة وتهدد أنه وسلمة الركاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر